اشتركوا في القناة مع ربطها بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم هذا طبعا لتصدي لأي محاولات غش لتحقيق تغافق الفرص بين الطلاب وكانت حددت وزارة التربية والتعليم موعيد بدء انتحانات الثانواء العامة هذا العام وتنطلق الاختبارات في الثاني عشر من يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع ثم يتم استكمال باقي المواد وفق ترتيب الجدول نتحول إلى وزارة الصحة والسكان والتي أكدت على تقديم الخدنات الطبية والعلاجية بالمجان ضمن القوافة الطبية التي تطلقها الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية هذا وأوضح دكتور حسام عبدالغفارة المتحدة الرسمي لوزارة الصحة والسكان أوضح حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافة الطبية بجميع محافظات الجمهورية هذا مع مراعاة الالتزام بكثة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن هدي القوافل بتهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وأدوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكد دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لباسم الوزارة أكد أن عددات الكهرباء مسبوقة الدفع لا تفصل الطيار الكهربائي عن المشترك في العطلات الرسمية حل نفاذ الرصيد لأنها من الأيام الصديقة وأكد أن العددات مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل في الساعات والأيام الصديقة حل نفاذ الرصيد من العداد الأيام الصديقة التي لا يفصل فيها عددات الكهرباء حل نفاذ الرصيد هي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازات الأعياد ويتم فصل الطيار فور انتهائها كما ذكرت مع حضرتكم وأن أيضا عددات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل في هذه الأيام من المقرر أن تجرأ القرعة الإلكترونية لاختيار الفجاج الفائزين بالخج السياحي يوم 30 إبريل الجاري وسبق ووفقت وزارة السياحة والأثار على مد المهنة المسموح بها لإدخال أسماء وبيانات المتقدمين لقرعة الهج السياحي عن البوابة الإلكترونية الموحدة للهج حتى الخميس السابع وعشرين من إبريل أعلنت ذلك غرفة شركات ووكلات السياحة والسفر في منشور دوري قامت بإرسالي إلى شركات السياحة بهذا القرار وتضمن قرار الوزارة الإبقاء على موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفجاج يوم 30 إبريل الجاري دون تعديل كانت هذه مجموعة لأهم وأبرز الأخبار شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء